والحديث أكثر ينضم معنا من المنام الكاتب والمحل السياسي سيسعد راشد سيسعد بداية أهلا بك كيف تعلق على إصدار المحكمة العسكرية البحرينية الكبرى بالإعدام بحق هؤلاء الستة المتهمين في قضايا الرهابية أولا هؤلاء الستة أو الثمانتاشر شخص الذين حكموا عليهم بشأن هم خلية أرهابية خططوا الاغتيال القائد العام وهم كانوا يخططون وكان من ضمن هؤلاء من ضمن الأسماء شخص اسمه مرتضى مجيد وهو هارب إلى إيران وفي هناك أشخاص تابعين إلى جمعية الوفاق المنحلة وهي تابعة إلى إيران نحن لا نستبعد وجود هذا المخطط لدى الحرس الثوري الإيراني كونه كان يخطط الاقتيال الكثير من الشخصيات أطلعتنا البيانات السابقة لوزارة الداخلية أن هناك فعلا مخطط إيراني لاقتيال شخصيات مهمة في مملكة البحرين ولعل هذه الخلية الأرهابية جزء من تلك المخططات التي تآمرت إيران بشهدها وبتعاون أعوانهم في مملكة البحرين نعم إذا تحدثنا أيضا سيد سعد من جانب آخر البحرين تقف جنبا إلى جمع المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات والكويت في التصدي وأيضا عملية تجفيف منابع الإرهاب ومكافحة الإرهاب والإرهابيين طبعا المملكة البحرينية جزء من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الخطة أو هناك جهود حثيثة لدى الدول لقدر الإمكان حصر الأسماء والقوائم التي تؤزم المنطقة وتقوم بعمليات إرهابية أو عمليات إرهابية فكرية اليوم نفس هذه النوعية من القضايا أو الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليهم هو جزء من الخلايا الإرهابية السابقة وجميعهم من الملاحظة اشتركوا في نقطة واحدة وهم يتبعون إلى الحرس الثوري الإيراني ونقطة تجمعهم بالأغلب تكون هي طهران وبالتالي نؤكد أن هؤلاء الشخصيات وهؤلاء الكيانات يعني يشتركون في هذه النقطة وبالتالي علينا الاستيعاب أن وجود إيران وفتح المساحات لهؤلاء الكيانات ويجب على المجتمع الدولي أن يأخذ دوره هو أن يمارس الصلاحيات الممنوحة للعسف أن المجتمع الدولي الدولي متخاذل أمام إيران وخطوات إيران في تصعيد المنطقة ونتمنى أن يعي الجميع بذلك نعم صحيح سيد سعد يعني أين المجتمع بالفعل الدولي من أن طهران تحتضن مجموعات إرهابية وشخصيات إرهابية كذلك قامت بدور زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وما أيضا تقوم به قطر وتحديدا تنظيم الحمدين من احتضام مثل تلك الجماعات الإرهابية للأسف الشديد يعني اليوم نجد جزء من منظومتنا الخليجية هي قطر بأن تقوم باحتضان جماعات إرهابية منهم التابعين للحرس الثور الإيراني ومنهم من الأخوان المسلمين وغيرهم لعل هنا نقطة بارزة يجب أن نوضحها يعني اليوم المجتمع الدولي مطالب بوقف هذا الاحتضان الإرهابي الموجود في المنطقة كذلك مطالب كذلك بوقف الأدوات والأمور التي تساعد على الميليشيات الإرهابية نحن اليوم نتكلم عن صواريخ باليستية يتم إيران تزويد الحوثيين بتلك الصواريخ وبالتالي لا يجب على المجتمع الدولي وخصوص معقارات مجلس الأمن التي صدرت بوقف تلك التمويل الإرهابي وتمويل وإضافة إلى تسليح الميليشيات الإرهابية والخلايا الإرهابية في المنطقة نعم سيد سعد راشد من المنامة الكاتب المحلل السياسي شكرا جزيلا لك